لحقوق الإنسان السيد محمد السلامي مرحبا بك سيد السلامي عبر هذه النشرة في زاقروز بداية دعني أسأل سيد السلامي ما الدلالات لهذا اليوم بالنسبة لكل العراقيين وكردستان أيضا ارتباط هذا الحدث بقضايا التعايش التآخي والمفترض أن يكون هو السمى البارزة وروح المواطنة وهو ما يسميه يعني تسمونه لمنظمتكم رغم يعني هذه المناسبة أولية أهمية قليلة ولم تخصص لها أياما وطنية مستحقة كما هو مفترض الكلمة لك نعم شكرا جزيلا لهذه الاستضافة هذا اليوم يوم حزين من المؤكد لشعب العراقي بكامله وشعب الكردستاني وكل إنسان يطمح إلى أن تكون الإنسانية هي السائدة ما بين الشعوب ولكن الأنظمة كثيرا عندما تكون ديكتاتورية لا تهتم بحياة الشعوب إذا كانت كردية عربية وهذا ما حصل خلال فترات عديدة من النظام السابق على سبيل المثال النظام السابق أيضا حركة الأنفال أو حملة الأنفال هي أيضا جريمة إبادة جماعية وأيضا نجد بأنه حاول أن في الأهوار أن يجفف الأهوار على سبيل المثال أيضا استطاع أن يجعل من الأسلحة المحرمة دوليا أدات بيده ضد الشعب العراقي وخصوصا في حلبشة فلذلك دلالاتها أنه هي جريمة ضد الإنسانية ولها بعد عالمي لأنه تهتم بمحاولة إذابة الشعب الكردي وكل معارض لذلك الحكم على سبيل المثال عندما كان الأنصار في الثمانينات يعملون أنصار الأحزاب المعارضة أيضا قد حاول أن يفنيهم بالأسلحة الكيميائية فلذلك نجد بأن الكثير من الأعمال التي حاول أن ينهي المعارضة لحكمه الديكتاتوري الفاشي الذي دام أكثر أيضا من 35 عام فنجد أن جرائمه متعددة في البعث هو محاولة عقل محاولة لصهر القوميات الأخرى وأيضا يحاول أن لا يكون هناك أي معارض لحكمه فلذلك ما عمله في حلبشة هو إحدى الجرائم الكبيرة وأيضا إذا نتذكر أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي لديها أربعة جرائم من جملتها الإبادة الجماعية فما حدث في حلبشة هو عمليا إبادة جماعية وكان المفروض على المحكمة التي حاكمت صدام حسين أيضا أن تحاكمه على جريمته للأنفال وأيضا لحلبشة التي هي قد توج محاولة صهر كل القوميات الأخرى إذا كان كما نتذكر حتى الأكراد الفيليين حاول أيضا أن يذوبهم بتهجيرهم إلى إيران وشبابهم كلهم أيضا هجرهم إلى إيران وأما الكبار وكذلك نجد بأن الكثير من أموالهم حاول أن يجعلها لزبائنه لأعضائه فجرائمه عديدة على الشعب الكردي على المعارضة وأيضا على الأكراد الفيلية نعم سيد السلامي النظام الحالي في بغداد الحكومة الحالية أخلاقيا هو يعني لا ينتمي إلى تلك الجرائم لقصف مدينة حلبشة لكنها قانونيا وبكل الأعراف هي الوريث للحكومات العراقية السابقة يتحمل الأعباء أخلاقيا من هذه الزاوية لماذا الآن لا يعترف بها كجريمة إبادة جماعية جينوسايد بما يستدعي فتح الملفات ومحاكمة كل المتورطين والاعتراف بحقوق الضحايا وذويهم ماليا هناك دول أخذت حقوقها ماليا من العراق هؤلاء عراقيون ومن المكون الكردي لماذا يحرم عليهم هذا الشيء نعم سؤال ذا أهمية أنا أعتقد أنه هناك مستويات لهذا الجواب الجواب أولا يجب الاعتراف بأنها جريمة إبادة جماعية ثانيا أعتقد بضرورة أن يكون العراق منتمي ويوقع على نظام روم الأساسي الذي هو قانون المحكمة الجناعية الدولية في لاهاي لأنه هذه المحكمة تحاكم أيضا على الجرائم ذات المستوى الدولي بمعنى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة الحرب وجريمة العدوان فلذلك أن العراق مع الأسف لم يوقع لكي تكون هذه الجريمة هي جريمة دولية كما حدث في تقريركم عن هيروشيما ونكزاكي وأيضا ما قام به هتلر في كثير من المدن وأيضا في إسبانيا عندما كان الحكم لفرانكو أيضا خلدها الفنان التشكيلي بيكاسو عندما صور الغورنيكا وهي قرية قصفها المجرم الدولي أيضا فرانكو الجنرال فرانكو فلذلك هناك جرائم دولية أعتقد أولا المستوى الأول لهذه الحكومة للدولة العراقية بعد 2003 أن تعترف بهذه الجريمة كجريمة دولية هاي واحد اثنين المستوى الثاني أن القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية من ضمنها قانون عادة المفصولين السياسيين قانون الشهداء قانون نزع الملكية هذه القوانين يفترض جزء منها وخصوصا قانون الشهداء يضم هذه الجريمة بتعويض الشهداء الذين قد سقطوا بجرائم النظام بما فيها جريمة الأنفال أو الأنفال وكل من كان ضحية للنظام السابق وهي مع الأسف يعني يفترض أن تكون حسب القانون من ثمانية يعني إلى ثمانية أربعة 2003 ولكن من 17 تموز 1968 وهذه الجريمة ضمن هذه الفترة حسب القانون فلذلك يجب الاعتراف معنويا أولا ثم تطبيق القانون قانون الشهداء على هذه الجرائم الدولية وأيضا كما قلت أعتقد من الضروري على الحكومة سيدة سلامي سأترك لك المجال الحديث سيدة سلامي حدثتني عن موضوعة الاعتراف العراقي يجب أن يكون بالمقررات في قمة روما والإبادة الجماعية الدولية لكن رغم ذلك هناك ملفات دموية في العراق في عهد الأنظمة العراقية السابقة وكان هناك تعويض في رفحة في غيرها في مؤسسات كثيرة معنية بالشهداء والمغيبين السياسيين عوضوا فلماذا يستثنى الوضع في حلبتة ولا يعوض العائلة أو الفرد في حلبتة من ذوي الضحايا بحجة أن العراق لم يوقع بعد على الخلفية الدولية والقانون الدولي نعم طبعا يفترض أن تكون جريمة دولية والتوقيع على نظام روما الأساسي لسنة 1998 يفترض أن يكون ضمن هذا هذه الجرائم الإبادة الجماعية وما حصل في حلبتة وضمن الإبادة الجماعية يوصب بالإبادة الجماعية أما بما يخص العراق يعني الحكومة العراقية فيجب عليها أن تعترف بهذه الجريمة وباعتبارها جريمة دولية ولذلك عندما حكم صدام حسين أخذ من نظام روما الأساسي بمعنى القانون قانون المحكمة الجنائية الدولية الخاص بمحكمة لاهاي يعني المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أخذ قانون المحاكمة الخاصة بالنظام السابق أو رجال النظام السابق أخذ من نظام روما الأساسي فلذلك يفترض أن يحترف أيضا بيجرائم التي حدثت من قبل النظام ويعوض أنا معها تعويض كل الشهداء لأن هؤلاء شهداء وقانون كافة القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية وهذه جزء من العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية لها شقين الشق الأول هو أن يكون هناك اعتراف بها جريمة والشيء الثاني هو تعويض منصف للضحايا يعني محاكمة المجرمين هو جزء لأنه يثبت جريمة للتاريخ لكي لا تقع مرة ثانية لكي يتجنب أي نظام هذه الجرائم وتكون أيضا عبر العالم ذات اهتمام كامل سيد محمد السلامي سيد السلامي هناك حديث دائما في الأروقة التعويضات لأهالي حلبشة مهملة ولا يتم التطرق إليها إطلاقا هذا يسأل دائما لماذا وهل التعويض والصرف مثلا على أتباع النظام البائد حتى من الذين انتموا إلى حركة الفدائيين الانتحاريين لهذا النظام السابق في نهاية البداية الألفين كانوا الآن يطالبون بحقوق تقاعدية أيضا يعني هذا يسأل دائما ما هي الخطوات التي يمكن أن تجاوز فيه هذا الإجحاف وعدم الإنصاف هذا ما هي الخطوات التي ترتئيها حضروا نعم نعم طبعا من المؤكد أن الدستور العراقي قد اهتم بهذا الجانب لأنها من الحقوق وتعتبر العدالة الانتقالية أن يعوض كافة من أصبح ضحية سياسية أو اقتصادية أو طائفية من النظام السابق أنا أعتقد أن الأحزاب الكردسانية إذا كان يعني كافة الأحزاب الكردسانية موجودة في البرلمان وموجودة في الحكومة فلذلك أعتقد الخطوة الأولى هو الدعوة لتطبيق قانون تعويض الشهداء وتوجد مؤسسة الشهداء هذا واحد اثنين نعم اثنين أن إذا كان عدم تعويض يفترض أن يطالب تطبيق القانون هذا واحد اثنين أيضا نجد أن الحكومة في كردسان يفترض كحكومة تقليم أيضا تطالب بهذا عبر مؤسسات الدولة وقوانينها أنا أعتقد أن القانون موجود لا أعرف لماذا لم يطبق الأحزاب يمكن أن تطالب سيد محمد السلامي يعني هناك أكثر من بيان رسمي من حكومة تقليم كردستان حول هذا الموضوع ومطالبات بتعويض الأهالي في حلبشة والمؤنفلين الآن تحويل حلبشة إلى محافظة وضع القرار موضع التنفيذ ما الذي سيحقيقه هذا بهذا الاتجاه من إنصاف لشعبها حتى من الحالة المعنوية والإنسانية والمادية أيضا نعم طبعا بالتأكيد عندما يعني النظام الإداري في العراق يعطي حسب السكان وحسب يعني الهيكل الإداري عندما تكون هناك محافظة لها حصة من ميزانية الدولة أكثر من القضاء القضاء أكثر من الناحية وأكثر من القرية وهكذا فلذلك عندما تكون هناك اعتبار حلبشة مدينة حلبشة تكون محافظة بمعنى سوف يرصد لها الأموال وأيضا تكون مشاريع لكي تعوض الخسارات الإنسانية من الفترة عن الفترة السابقة فالفائدة بإضافة للجانب المعنوي سوف تكون اهتمام كبير للإقليم وكذلك الدولة الاتحادية لكي تكون هناك توسيع إذا كانت هناك معامل أو زراعة يعني تثبيت مشاريع ضمن الخطة السنوية أو عندما تكون يعني الخطة التي قد تكون طويلة الأمد عشرة عوام خمسة عوام وغيرها سوف تكون هذه المحافظة يرصد لها مشاريع بحجم السكان وأيضا الجانب المعنوي نعم الجانب المعنوي الذي باعتبارها شهيدة باعتبارها قد عانت خلال الفترة السابقة بشكل كبير جدا من بغداد رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان سيد محمد السلامي شكرا جزيلا